اشتركوا في القناة الروائي الأستاذ كمال السيد حياكم الله أستاذ كمال والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله قائد ثورة العشرين الأولى التي حصلت في العراق عام 1920 للميلاد هناك قائد لهذه الثورة هناك محرك لهذه الثورة نتحدث عنه في حلقة هذا اليوم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله تحية لكم ولمشاهدين الكرام حقيقة قد يفاجأ الكثيرون حتى في ذلك الوقت نعم في تلك الظروف بعد احتلال العراق سنة 1914 في الحرب العالمية الأولى نعم نعم وغزو العراق من قبل بريطانيا العظمى وفي 29 أعلنت بريطانيا الحرب على الدولة العثمانية 29 تشرين الأول 1914 ومهدت بعد ذلك إلى احتلال الفاو كانت دخولها من إيران على الفاو دخلت من جنوب إيران كانت في انتقلت القوات الحسكرية نعم نعم واستمرت الحرب إلى 1918 عندما أعلن وقف اطلاق النار في 11-11-1918 على تخوه سهول لينوى ولذلك دخلت بريطانيا الموصل بعد إعلان الهدنة على يتيحال في هذه الفترة حدثت كثير من التطورات في البداية طبعا نتعرض إلى أن بعد بدء الغزو استنجدت أهالي البصرة استنجدوا بعلماء الدين وصدرت فتاوى بعد حدود ثلاثة أسابيع أو أقل نعم بوجوب الوقوف ومواجهة ومقاومة القوات الغازية نعم وانبرأ سيد محمد سعيد الحبوبي رضوان الله عليه فتوجه إلى الشعيبة في تلك الفترة كانت الحروب المعركة هناك تدور فيه وخلال طريقة مارن بالسماوة وذيقار وصولا إلى تلك المنطقة كان يحشد ويحث على مقاومة القوات قوات الاحتلال البريطاني واستطاع أن يجند خلال مسيرة تسعين ألف من المسلحين من العشائر وقادهم باتجاه مواجهة مواجهة الاحتلال وطبعا ظهرت هذه القيادة التي نتحدث عنها قيادة ثورة العشرين المتمثلة بالشيخ آية الله العظمى محمد تقي الشيرازي خلينا نرجع للوراق قليلا نبدأ بدايات وولادة مكان ولادة الشيخ تقي الشيرازي ولد رضوان الله عليه في طبعا لا يوجد تاريخ محدد بالتأكيد هناك تضاريخ نعم هناك تواريخ تمتد من حدود عشر سنوات يعني إذا نحسبه بالتاريخ الميلادي بين 1830 إلى 1840 لأنه يذكر أحد المؤرخين تحديدا المؤرخ علي الوردي في كتاب لمحات اجتماعية عن تاريخ العراق يقول أنه وصل إلى كربلاء وهو في الثمانين من عمره وصل إلى كربلاء نعم في الثمانين من عمره بعد نشوب الأحداث في بداية 1918 أو آخر نهايات 1918 بدء التطورات يعني هاجر من سامراء إلى كربلاء على أي تحضر يعني كانت له بداية في كربلاء قبل أن ينتقل إلى سامراء قرس في كربلاء ومن ثم انتقل إلى سامراء ومن ثم هذا في عام 1918 نعم هو ولد بين سنة 1250 إلى 1258 هجرية نعم هناك تواريخ نعم ليس هناك تاريخ محدد جميل في شيراس وفي شباب طفولته أمضاه في شيراز نعم ثم هاجر إلى كربلاء يعني في بداية شبابه هاجر إلى كربلاء للدراسة إذا نتحدث عن قائد هذه الثورة ثورة العشرين الأولى هو الشيخ محمد تقي الشيرازي المرجع لعلى للطائفة في العراق نعم نعم جميل أصبح مرجعا في سنة 1336 نعم حقيقة هذه الشخصية نشأت نشأ علمية في كربلاء ثم مع أحد زملاء في الدراسة والبحث والدراسات الدينية هاجر إلى سامراء ليتتلمذ على يد الأستاذ محمد حسن الشيرازي الميز نعم محمد حسن الشيرازي رضوان الله عليه وهناك تعلم الكثير حقيقة يعني تشرب دروس ثورة التنباكو ما يعرف بالتنباكو نعم في تلك الفترة وأيضا نشأت لديه هذه توجهات الوحدوية التي ترتفع فوق الطائفية طبعا بريطانيا كانت تعمل قبل غزو العراق على إثارة النعرات الطائفية يعني تعمل على هذا الوتر منذ فترة مبكرة قبل غزو العراق من خلال تواجدها الدبلوماسي في كثير من المناطق في تلك الفترة وطبعا الشيخ محمد تق الشيرازي ساند الحركة الدستورية في وقتها بزعامة الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروض الأخند الخراساني وأيضا سانده أيضا أفتى بوجوب مواجهة الاحتلال البريطاني نعم سنة 1914 وأرسل ابن محمد رضا الشيخ محمد رضا إلى الشعيبة تحت راية السيد محمد الحيدري المجتهد المعروف في تلك الفترة لمواجهة الاحتلال قوات الاحتلال عندما كانت في الفاو نعم قوات البريطانية في تلك الفترة نعم بعد سقط في دينة الفاو طبعا مستنجاد أهال البصرة بالمرجعيات الدينية وعلماء الدين وأفتى الميرزا الشيرازي أيضا بوجوب مواجهة الاحتلال نعم وتعرفون أنه بريطانيا طبعا نجحت في قمع والبطش بالمقاومة المسلحة وبسطت سيطرتها على عموم العراق حتى سنة 1912 بعد تكبتها خسائر فادحة وكبيرة في تلك الفترة لكنها نجحت في النهاية على في بسط سيطرتها على العراق و اهتبار العراق دولة أو بلاد محتلة بقيادة الحاكم ثم عين حاكم مدني هو ويلسن طبعا طبعا في هذه الفترة كان الشيخ محمد تق الشرازي في مدينة سامرة نعم وهو طبعا أصبح مرجع بعد وفاة وفاة ميرزا الشرازي ميرزا الشرازي في سامرة لكن هناك مرجعية أخرى هي بزعامة السيد محمد كاظم اليزدي اليزدي صحيح في تطورات طبعا بعد نجاح بريطانيا في قمع المقاومة المسلحة بقيادة العلماء الدين والعشائر العربية فكرت في انتزاع ومصادرة إرادة الشعب العراق من خلال إجراء استفتاء هذا حدث بعد لتنصيب حاكم بريطاني نعم نعم وقبول هذه الحالة نعم حاكم بريطاني يحكم العراق من خلال استفتاح شعبي يكون مستند ويكون وثيقة تؤيد هذه الحكومة حكومة الاحتلال بشكل قانوني وطبعا جاء ولسن نفسه إلى كربلا لمقابلة المرجع الشيخ محمد تقي الشرازي حول هذا الموضوع يعني عودة الشرازي من سامراء محمد تقي الشرازي من سامراء إلى كربلا نظرا الأحداث التي يمر نظرا هذه التطورات نعم وقبل الاستفتاء هذا تحديد قبل الاستفتاء وكان يعرف أنه ستجري تطورات كثيرة حول ولذلك تركت سامراء نعم ها تجري من سامراء في عام 1918 كان 1918 في نهايات 1918 نعم يعني أعتقد بعد الهدنة بعد يعني تطبيق معاهدة الهدنة ووقف وفضلات العسكرية وطبعا بريطانيا كانت على حدود السهول لينوى أو الموصل ودخلت الموصل بعد الهدنة عاد إلى كربلا وطبعا أرسل وراء الشيخ مهدي الخالصي نعم لنقل إقامته من بغداد إلى من الكاظمية تحديدا إلى مدينة كربلا وشكل مجلس اشتشاري بعضوية الشيخ مهدي الخالصي والسيد أبو القاسم الكاشاني والسيد هبة الله أو هبة الدين عفوا هبة الدين الشهرستاني يعني في تلك الفترة شهد الكربلا عطافه مهمة في تاريخ السياسي للعراق يعني ظهور قيادة سياسية كان أمر مفاجئ لأن بريطانيا لم تكن تتوقع هذا الظهور المفاجئ والواعي والمتقدم على الأحداث بالمرجعية بالمرجعية الدينية خاصة وأنها يعني بطشت بالمقاومة المسلحة واستتبلها الوضع وعين حاكم مدني وولسن لقيادة العراق أو حكومة العراق وفكرت بإجراء استفتاء شعبي لأنها كانت تضمن النتائج أو تتوقع أن تكون النتائج مساندة وفي صالحها نعم شكي لهذا المجلس الاستشاري وفي هذه الفترة تحديدا كانت هناك حواذث تجري في إيران من احتلال البريطاني الموجود نعم أولا البريطانيون حاولوا فرض حكومة وثوق الدولة كرئيس للوزارة لكي يوقع على الاتفاقية البريطانية الإيرانية التي ترهن استقلال البلاد لبريطانيا أيضا البريطانية كانت تعاني من مشاكل في الجنوب من قبائل كانت تقاوم المحتلين حتى هذه اللحظة كانت تقاوم مقاوم مسلحة موجودة كانت للوجود البريطاني ولذلك هذا النفس الموجود لدى المرجعيات الدينية في رفض الوجود الأجنبي ورفض الاحتلال الأجنبي ورفض القوات الأجنبية تبلور منذ فتوى التنباك التاريخية التي أطلقها النزام نزام محمد حسن الشيرازي صلى الله عليه تعالى وأيضا كانت هناك توجهات وحدوية يعني عبور على مسألة الطائفية كانت بريطانيا تعول كثيرا على الانقسام الطائفي والنزاع الطائفي والتناحر الطائفي خاصة بين السنة والشيعة ولذلك ويلسن مهد لهذه لقضية الاستفتاء بمقابلة ولقاء المرجع محمد تقي الشيرازي طبعا في هذه الفترة كانت المرجعية حقيقة المرجعية للسيد محمد كاظم اليزدي لكن السيد محمد كاظم اليزدي أعلن قبل وفات بقليل انسحاب من المجال السياسي وأعلن صراحة أنه لن يتدخل في هذا المجال بعد الآن خاصة بعد حوادث ثورة النجف سنة 1918 قبل انتهاء الحرب وتوقيع الهدنة اتفاق الهدنة وتوفي طبعا الرجل في نيسان في نيسان 1918 أما قدوم سيد الشيخ محمد تقي الشيرازي كان في شباط في نهاية شباط في 23 شباط نعم 1918 كان قدوم هو مك نعم جاء ورسن ومقابلة شيخ محمد تقي الشيرازي وكان يدقل الفارسية جيدا فتحدث معه مع المرجع باللغة الفارسية التي يدقنها وطرح فكرة أو ضرورة تعيين مسؤول جديد للروضة العسكرية بدارة شون المرقد مرقد الإمامين الإمام العسكرين سلام الله عليه سلام الله عليه وكان المسؤول طبعا سني المذهب وهنا كانت الإجابة ربما كانت مفاجئة وصاعقة أنه لا يرى فرقا بين السني والشيعي والمسؤول السني رجل طيب وأرفض عزله جميل ثم انتقل الحوار إلى موضوع آخر حول المعاهدة البريطانية الإيرانية وجاء جواب صاعقا أيضا نحن في العراق ونتحدث عن الشأن العراقي ولا علاقة لنا بالموضوع آخر وهذا شيء إيراني شيء الشعب الإيراني هو يعرف مصالحه نعم وانتقل أيضا إلى أو طلب من المرجع يعني كأنه أراد ورقة ضغط لكي يساوم الشيخ محمد الشرازي بربط الأحداث بين إيران والعراق والعراق نعم وأيضا طلب إصدار فتوى أو توجيه أو إرشاد أو إعاز بإنهاء المقاومة المسلحة للقبائل الإيرانية في جنوب إيران وإيضا رفض رفض المرجع الديني طبعا استمعت في هذه الفترة بعد نيسان تحديدا المرجعية الدينية والقيادة السياسية في شخص الشيخ محمد الشرازي الذي يعني ظهر على المسرح فجأة يعني كان مفاجئا حقيقة يعني الدور السياسي الذي برز لشيخ محمد الشرازي بعدما أرادت بريطانيا أن تعين لها المندوب السامو على إثري هذا الاستفتاء ظهرت له فتوى قد تكون هذه البداية هذه هي كانت البداية نعم طبعا الشيخ محمد تقي فيه له مشاركة بشهودة في مؤتمر الكاظمية بعد الاحتلال الروسي لشمال إيران ودن الشمال سقطت في أثناء الزحر الروسي في تلك الفترة سنة 1919 أو قبلها بكثير طبعا أعتقد قبلها بكثير قبل هذا التاريخ سقطت كانت له مشاركة وأيضا كانت له فتوى في وجوب التوجه إلى الشمال ومواجهة القوات الغازية أعتقد هذا كان في قبل هذا التاريخ بكثير في زمن الشيخ الكاظم الخراساني نعم محمد كاظم الخراساني نعم وأيضا كانت له فتوى أيضا موجوب جهاد الاحتلال المقوات الاحتلال البريطاني بعد هذا اللقاء بعد هذا اللقاء أدرك المحتل أنه يقف أمام شخصية قيادية وهناك طبعا أيضا خطوة جديرة بالدراسة والتأمل وهي تشكيل ما عرف في وقتها الجمعية الإسلامية الوطنية الإسلامية نعم وإن كانت في بداية الأمر كانت حركة سرية هذه الجمعية نعم لم يعلن عنها لم يعلن عنها الحاكمة البريطانية في الحلة في تلك الفترة نعم نعم يعني كانت أبرز أعضاها السيد هبت الدين شارستاني وأيضا محمد رضا شيخ محمد رضا نجل يقال المؤسس محمد رضا نجل ممكن تكون مبادرة طبعا أعتقد نعم طبعا متوجيها أعتقد من المرجع بالتأكيد نعم والسيد أعتقد أبو القاسم ربما كان أحد أعضاها على أي حال بظهرت آثارها طبعا لمواجهة تحركات بريطانيا في العزف على الوتر الطاعفي يعني الجمعية الإسلامية هي بالحقيقة تريد توحيد المجتمع العراقي سنة وشيعة يبدأ أن على غرار هذه الجمعية أيضا هناك جمعيات أخرى ظهرت في مدينة النجف الأشرف وفي مدينة الكاظمية ولكن التي كانت أكثر فعالية أكثر فعالية وأكثر تشكل فضورة على البريطانيين كانت في كربلاء ولذلك قامت بريطانيا باعتقال بعض الشخصيات البارزة في هذه الحركة طبعا أقدم حاكم الحلة البريطاني على رسالة استفزازية للمرجع يطلب يخبره أو يطلعه أو يحيطه علما بقوات بريطانية تحاصر تطويق كربلاء واحتقال بعض العناصر المناهضة لبريطانيا العظمى نعم للإرادة البريطانية لم يكشف عنها ثم بعد هذه الخطوة نعم طلب المرجع حضور الحاكم للتداول معه في هذا الشأن وحمله عواقب عدم حضوره وأنه سوف يلغي سلمية المطالبة بالحقوق العراقيين والتي كانت مظاهرات سلمية كانت مظاهرات سلمية سوف يلغي هذا الجانب السلمي وتتحمل بريطانيا عواقب هذا الإلغاء طبعا امتنع حاكم بريطانيا بالحضور نعم حاكم البريطاني الحضور واستدعى قام باستدعاء الشيخ محمد رضا نجل المرجع الشيرازي وايضا السيد حبرة الدين الشارستاني وآخرين وطبعا رفضوا الذهاب والحضور ولكن المرجع طلب منهم الحضور حتى لو أدى ذلك إلى استشهاته استنفاذ الوسائل السلمية كل هذا الاستنفاذ الوسائل السلمية نعم يشعر حقيقة بثقل المسؤولية لا يمكن المجاسبة بخوض حرب خاصة يعني العشار القبائل العراقية العراقية كانت حقيقة يعني المسلحة استسليح بداية أمام جيوش بريطانيا أمام ما تمتلكه بريطانيا أسلحة نعم بريطانيا جيوش سطاعت أن تهزم قوات الدولة العثمانية هذا من جانب من جانب آخر لم تكن العشار في تلك الفترة ملتفة حول المرجعية بشكل كامل يستطيع أن يتحرك إلا بعد أن صدرت بعض الفتاوى التي جعلت العشار هناك كثير من المشاكل والإشكالية الفرات الأوصل تلتم حول المرجعية حتى العشار فيما بينها كانت هناك نزاعات نعم لم تكن هناك حالة انسجام في الوضع العشاري والقبلي في تلك المناخ خاصة في عشار الفرات وأيضا لم تكن أيضا كانت في بداية حتى بعض العشائر لم تستجب للفتاوى صدرت بوجوب مقاتلة المحتل ومساندة الدولة العثمانية لكنهم كانوا لا يرون يعني لا يرون صحة في مساندة والنقوف مع الجانب التركي لذي اضطهتهم طبعا دولة العثمانية اضطهدت العراق اضطهدت العراق كثيرا يعني أرجعته إلى الوراء مئات السنين يعني بغداد كانت حاضرة وتقدمة لكن بعد أن كانت تحت سيطرة دولة العثمانية تراجع عدد نفوسها بسبب الأوبئة والفيضانات والتخلف الإداري والسياسة الطائفية إلى أن يبلغ سكانها مليونين فقط بعد أن كانت أكثر من 30 مليون نسمة نعم سقطت بغداد يعني بلغت تعداد السكان في العصر العباسي في نايات العصر العباسي أكثر من 30 مليون في تلك الفترة في تلك الفترة نعم وتراجع بعد حكومة الاحتلال المغولي وشيئا في شيئا تدهورت بغداد ودخلت الصمت التاريخي أصلا وبعد سيطرة الدولة العثمانية ازدادت تخلفا يعني صار أصبحت قرية بداية حقيقة نعم يعني تفتك الأوبئة وطلعت الطاعون والكل هناك الكثير من الأمراض والأوبئة التي فتكت في أمراك في تلك الفترة في زمن الدولة العثمانية طيب خلت توقف هذه الفقرة وأنا أذهب إلى فاصل أستاذ كمان مشاهدي الأكارم فاصل ومن ثم نعود تحية طيبة لكم مشاهدي الأكارم وأحييكم وأحيي ضيفي الكريم مرة أخرى ونذكر بأنه من خلال هذه الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة يمكن الاتصال والمشاركة معنا إن شاء الله نرحب بكم مرة أخرى أستاذ كمان في عام 1919 عندما قامت قبل الفاصل ذكرتم بأن الجمعية الوطنية وذكرنا بأن الجمعية الوطنية كانت في كربلاء فعالة بشكل كبير وحتى أنها أثارت حفظة البريطانيين وقاموا باعتقال عددها من قادة هذه الحركة الوطنية مما دعا الشيخ تقي الشيرازي بأن يخاطب ولسن بإطلاق صراحة ولاء القادة ولكنه راوغ وامتنعه فقام الشيخ تقي الشيرازي بتهديد ولسن بأنه سوف يتجه من العراق إلى إيران لإعلان فتوى تحارب الاحتلال البريطاني في إيران محل الشاهدون نتحدث عن العشار العراقية هنا كان لها دور اللحمة والالتحام مع الشعب الإيراني وبعتت برسائل كثيرة تخاطب بها المرجع الشيرازي بأنها مستعدة إلى التوجه من العراق إلى إيران لمقارعة الاحتلال البريطاني هذه الدحمة وهذه الجمعة للعشار العراقية استطاع الشيخ محمد تقي الشيرازي أن يجمع هذا الصف العراقي وتكون هناك لحمة بين العراق وبين إيران من خلال هذه المواقف التي كانت تندد بالاحتلال البريطاني سواء في إيران أو في العراق طبعا بلغت حدث التوتر ذروتها بعد هذا اللقاء نعم يعني ويلسن صدم بأجوبة المرجع ولذلك قام بإطلاق صراحة هؤلاء لا عفوا هذا اللقاء طرح فكرة الاستفتاء أنه سوف يقوم باستفتاء للشعب العراقي ويحددون مصير مصير البلد من ناحية نوعية الحكوم لكن هو طرق عدة مسائل من ضمنها إسناد إدارة المرقدين كما ذكرت في سا مرة نعم العسكريين إلى إدارة شيعية رفض له لا فرق بين السنة والشيعة وأيضا طرح مسألة مقاومة بعض العشار والقبائل الإيرانية الاحتلال البريطاني وطلب طبعا توجيه وإرشاد في إنهاء هذه المقاومة أيضا رفض المرجع وكان المرجع أيضا منزعج مما يجري داخل طهران من خلال فرض حكومة من دون انتخاب لراسة الحكومة أو شخصية وثوق الدولة المعروفة بعمالة الإنجليز لتمريض اتفاقية خطيرة هي اتفاقية البريطانية الإيرانية التي يعني تعرض استقلال وكرامة البلاد للخطر وطبعا كان هذا متزامن كان متزامن مع هذا لأنه ولسن طرح هذه مسألة المعاهدة البريطانية الإيرانية ورفض قال نحن في العراق ونتحدث عن الشأن العراقي فقط التصعيد جاء من الحاكم البريطاني طبعا بشكل واضح أنه البريطانية كانت تستهين بعد قمعها للمقاومة المسلحة للمقاومة المحتلين وفرض وبسط سيطرتها على كل العراق من الجنوب إلى الشمال كانت تستهين بقدرات الشعب العراقي وبإيراته ولذلك يعني لم تتجاوب مع مطالب الشعب لأنه قد يكون بداية الأمر لأنه لم تكن هناك قيادة واضحة لهذا الحراك في العراق في تلك الفترة يعني من تقود هذه الحشائر نعم في هذه الفترة توفي البرجع في نيسان 1919 توفي السيد اليسدي السيد اليسدي كاظم اليسدي نعم عنده وفاته أعتقد في هذه الفترة وفاته كانت عام 1918 السيد كاظم اليسدي في 19 كانت الميرزة الشيرازي نعم في 19 كانت الميرزة الشيرازي لا 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 1920 توفي اختيالا ربما المرجع الشيرازي في 1920 لا 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 نتحدث عن محمد حسن الشيرازي نعم عندما توفى 1919 تتصور كانت لا 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 سنة الوفاة ومن ثم صار أصبح المرجع لا لا محمد تق الشيرازي هذا من سامرة إلى كربلا في شهر شباط فبراير عام في 23 2018 1918 من 1912 توفي نعم توفي نعم توفي نعم في هذا في منا اعتقد في مناسبة الوفاة اعتقد في مناسبة الوفاة جاءت وفود عشائرية بزعامات عشائرية نعم معروفة من كربلا يعني قبائل الفرات اعتقد في هذه الفترة في هذه المنطقة قبائل الفرات الاوسط تحركت وايضا في بغداد تحركت بقيادة جعفور ربو الثمن ايضا هذا السياسي بعد هذه الخطوة التالية نعم و ارسلت وفد خماسي لمقابلة المرجع لمقابلة المرجع واعتقد ان هذه التحركات او هذا الحركات بقيادة علماء وفي طليعتهم السيد حبث الدين الشهر الثاني وايضا السيد أبو القاسم الكعشاني واعتقد على ذلك الشخصيات شخصيات اخرى وايضا لا نخفل دور نجل المرجع محمد رضا في هذه الفترة طبعا ارسل وفد الشرازي يرسل وفد بزعامة السيد حبث الدين الشهر الثاني والسيد احمد الخراساني شخصية اخرى ضمن من اعضاء الجمعية الوطنية الاسلامية الى بغداد لمقابة الحاكم وهنا طبعا كما عشت كانت بريطانيا تستهين بقدرات الشعب تستهين بيراتها ولذلك رفض استقبال الوفد نعم صحيح وعشرة ايام ينتظرون دون جدوى وعاد الوفد الى كربلاء لكن عاد بمعية من بمعية الشيخ جحفر ابو التمن هذه شخصية معروفة كانت شخصية سياسية شخصية سياسية خلينا نتعرض للبيان اللي هو عبارة عن فتوى اصدره محمد تق الشرازي عندما ارادت بريطانيا توجد حالة من الاستفتاء في تعيين المندوب السامي لها عندما قال لهم ليس لأحد من المسلمين ان ينتخب ويختار غير المسلم هذه ايضا كانت بمثابة فتوى واخذت ارجاعها في العراق في تلك الفترة طبعا هذه الفتوى كان لها الاثر كبير نعم اثرت كثيرا انه يحرم على اي مسلم او لا يجوز لأي مسلم ان يختار غير المسلم للامارة للامارة والسلطنة يعني السلطة نعم وتلتها فتوى اخرى وهي وهي عدم التعاون مع المحتل في حكومة المحتل يعني هناك حتى بعض الموضفين الموضفين نعم حدث استقالات جماعية في دوائر تديرها بريطانيا نعم استقالات بالعشرات نعم استقالات بالعشرات هذا كان تسعيد بدأ من بريطانيا والبرجع الشرازي رد عليه بقوة من خلال هذه الفتاوى حدثت هذه استقالات واستجابت كثير من الموضفين بالعشرات نعم وقدموا استقالاتهم طبعا شعفر أبو التماني يصل إلى كربلا ويلتقي ويلتقي بالمرجع وهنا يدور هذا الحوار المعبر حقيقة بقلماء دين وشخصيات عشارية ووجوه وزعامات دينية يطلب من المرجع طبعا الوفد الخماسي مؤلف من خمسة أشخاص زعماء دين ورجال سياسة وزعماء عشار نعم يطلب من المرجع اصدار فتوى بالثورة على الاحتلال كان له رد فكان الرد أنه لحمل تقيل لحمل تقيل لحمل تقيل وأخشى أن لا تستطيع القبائل أن تحارب جيوش الاحتلال وهذا طبعا نظرة واقعية حقيقة يعني الإمكانات كانت بدائية جدا حتى بعضهم كان يكتفي ليس لديه سوى المقوار ما يعرف بالمقوار وأيضا الفالع صحيح التي تستخدم في صيد السم وبالتالي هذه هذه الآلات البسيطة أسقطت في الاطر المجاهدون نعم يؤكدون قدراتهم القتالية الجواب أيضا تساؤل أخشى أن يختل النظام والأمن في البلاد أيضا الوفد نتعاهد بالمحافظة على الأمن والنظام الله وهنا وهنا يصدر قرار الثورة بهذه الكلمات الموجزة إذا كانت هذه نياتكم وهذه تعهداتكم فالله في عونكم وهذا الضوء الأخضر للثورة طبعا الأحداث بدأت تصير نحو النهاية وبداية الانفجار لكن بداية المسلسل في عشر رمضان في عشر رمضان بيان شرازي للشعب بالقيام بالمظاهرات السلمية كانت هناك عدة نقاط وإرسال الوفود وعرض مطالبها على حكومة الاحتلال في بغداد يعني إرسال الوفود مظاهرات في المدن سلمية وإرسال الوفود إلى بغداد وعرض المطالبات بشكل سلمي والتزام الهدوء السيد هبة الدين الشهرستاني والسيد أحمد الخراساني إلى بغداد مقابة الحاكم الحاكم يرفض طبعا استهانة بالعراق وإرادة العراقيين وقدراتهم في مطلع شوال حزيران 1920 حاكم الحلة يرسل هذه الرسالة الاستجازية لإعتقال هذه الشخصيات في الجمعية الإسلامية نعم المرجع يهدد بالسفر إلى إيران وإعلان الجهاد ضد الوجود البريطاني نعم بشكل عام وهذا طبعا اضطر البريطانيين طبعا بعد اعتقال كان المرجع الشيرازي يعول على بعض المفاوضات ولذلك طلب من ابنه أن يقابل حاكم الحلة البريطاني حتى لو أدى إلى استشهاده هو السيد هبة الدين وأشخاص آخرين نعم في قادة الجمعية يعني الآخر لحظات كان يحاول أن تكون سلمية كان يحاول يتفادى أن تكون سلمية نعم يتفادى الصدام المسلح أولا نظرة واقعية حقيقة ثم تهيبا هذه مسؤولية الدماء صحيح فإذا كان هناك طريق سلمي لتحقيق الأهداف فبه ولذلك حتى لو أدى إلى استشهادهم طبعا قام حاكم الحلة باعتقالهم تسفيرهم إلى مدينة البصرة وإرسالهم إلى جزيرة هنقام تمهيدا لنفيهم في الهند إلى الهند لكن موقف البرجع الشرازي الشجاع والحازم والتهديد بالسفر جعلوا ورسلوا عيد حساباته نعم وتم الإفراج عنهم وحتى يرجع الذين كانوا في المنفى نعم إعادة الذين كانوا في المنفى نعم طبعا هنا تنصدر هذه الفتوى التاريخية يجب على العراقيين المطالبة الحقوق طبعا بشكل السلم واتزام الهدوء هناك عدة نقاط يعني لو تقرأنا يا أستاذ كمان الفتوى بالنص هناك عدة نقاط جوهرية مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين نعم ويجب عليهم في ضمن مطالبهم رعاية السلم والأمن جميل ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الإنجليز من قبول مطالبهم طبعا العشار تستعد نعم وفي هذه الفترة طبعا يتم اعتقال البرجع الشيرازي من ضمن مواصلته وتواصله مع القبائل العراقية المختلفة يقوم بتعيين الشيخ رحوم الظالمي وكيلا للمرجعية وطبعا كانت هذه العشار تم الاستعداد لاستجابة لهذه الفتوى التاريخية ومواجهة كان العلماء الدين وفي طليعتهم السيد هبة الدين الشهر استعني يرون الثورة المسلحة هي الحل الوحيد لأن الحاكم البريطاني يرفض استقبال وفد على مدى عشرة أيام يرفض استقباله لا مجال ولا طريق إلا الثورة وطبعا تعيين الشيخ رحوم الظالمي ردت بريطانيا باعتقال الشيخ شعلان أبو تشون أبو تشون نعم شيخ عشيرة الظوالم وطبعا يقوم الشيخ برسال شفرة إلى عشرته ويطلب من أسرته عشر ليرات ذهبية طبعا فهم الرجال مطلب الشيخ أنه يطلب عشرة رجال أبطال ينقضون على المركز مركز الاهترال ويخرجوا بالقوة وهذا ما حصل يعني في فجر اليوم التالي بدأ الهجوم واختم اقتحام وقتل الضابط البريطاني واطلاق انطلقت لهنا شرارة الثورة هذه هي شرارة الثورة نعم وطبعا دخلت العشائر العراقية في حروب ومعارك بأسلحة بدائية بعضها كان عبارة عن مقوار ولذلك هذه الهوسة المعروفة الطوب أحسن لو مقواري نعم عن المدفع البريطاني مدفعي أحسن عن هذا نعم نعم وأيضا وقعت حادثة عندما انقض أحد الثوار من العشائر بسلاح وعبارة عن ما يعرف بالفالة نعم التي تستخدم لصيد السمك في الأهوار وطعن أو ضرب الضابط البريطاني في ظهره ولان تعيين المكان وعجز البريطانيون عن انتزاعه الفالة ولذلك تم نقلة بطائرة إلى بريطانيا وأطلق هذا الرجل الثائر هذه الهوسة المعروفة مشكول الذنب على الفالة نعم يطالب عودته يعني إلى هذا الحد أثبت العراقيون قدراتهم بهذه الأسلحة البسيطة وهزموا جيوش بريطانيا العظمة ورضخت لمطالبهم وكانت المطالب طبعا في البداية تعيين حكومة عربية إسلامية مستقلة برئاسة أمير من نسل أو من أبناء شريف شريف حسين والملك فيصر وفيما بعد في البداية أمير عربي طيب ثم تحدد بشخصية من أحد أبناء شريف حسين ثم تماما سميت هذه الشخصية هي فيصل ابن الحسين لماذا اقتربت لماذا هذا الاختيار أولا أنه سنين مثب طيب وعلوي النسب وبذلك يضمن التفاف جميع شرائح المجتمع العراقي لأنها أولا هذه الأسرة معروفة بزعامة الدينية والسياسية يعني شريف مكة معروف يعني فترة طويلة كانوا يحكمون مكة وبعض المناطق من الحجاز وهي أسرة معروفة بحب أهل البيت والولاء لأهل البيت وتحتز بهذا النسب ولديها يعني عراقة وخبرة في شؤون الإدارة والشؤون الإدارية باعتبارها قيادة سياسية دينية لها نفوذ ديني وأيضا سياسي وإداري طيب هذا الوعي من المرجعية الدينية في انتخاب هذه الشخصية أعتقد كان موفق جدا حتى فوت الكثير من الفرص على بريطانيا للعزف على الوتر الطائفي وبريطانيا عريقة وكانت مبكرة تعمل على هذا النفس منذ أيام الميرزة محمد حسن الشيرازي صاحب الفتوى التاريخي يعني جندت أحد أبناء السنة وضرب في طريق يعني في طريقه إلى التدريس ضربه ورماه بحجاره وعبرت بريطانيا عن استعدادها لتأذيب هذا الكذا أو الخاجع القانون هذا المرجع كان موقف عظيم جدا في وقتها أنه هذا شيء داخلي ولا يريد لبريطانيا أن تدس أنفها في هذا المجال وبذلك قطع الطريق على تدخلات بريطانيا ومحاولة استغلالها هذا الحادث الذي افتعلته أيضا هناك محاولات كثيرة جدا يعني البريطانيون كانوا يعملون على قدم وساق وذكرنا في حلقات سابقة كيف استطاع الروس تجنيد شخصية مثل علي بن محمد الشيرازي صحيح ليقود الحركة البابية التي تطورت للبهائية وهي تنظيم الآن خطير جدا على غرار التنظيم الماسوني السري وكثير من الحركات من داخل المذهب ومن داخل يعني إطار الإسلامي كانت تتحرك وتفتعل بعض النزاعات وهناك شخصية استطاع الروس أن يصنعونها وهي معروفة في وقتها بآية الله الشيخ عيسى اللنكراني وظهر كما بعد أنه جاهس روسي نعم على أي حال الاستعمار الروسي في وقتها والاستعمار البريطاني والآن الاستعمار الأمريكي يحاول بين المرجعي وبين الشعب الآن الأمريكيون نعم يعني يقاتلون ويحاربون ويبذلون لأموال الدفاع وتجنيد البهائيين ودفاع الحركة البهائية ومحاولة استغلال هذه العناصر للتجسس والتآمر داخل إيران داخل العراق داخل بقية البلدان طبعا للأسف الشديد كان يعني في ظروف حرجة جدا وفي ظروف حساسة عمد البلدانيون أيضا إلى اختيال المرجع الشراسي هناك بعض المصادر التشير إلى النوقات المسموما يعني هذه مرجحة 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 جدا لأنه كان طبعا بعض الرواية تذكر معظم المدونات تذكر أنه كان في طريقة لإقامة صلاة الجماعة وشاهد مشهد المعوش المعوش الشهداء وكانت عددها كثير وهذا أثر في نفسه كثيرا حتى أصيمه بصدمة ولم يحضر في اليوم التالي وتدور الصحته لكن الرواية والمدونة التي أعتقد مرجحة أنه من خلال طبيب الأحشاب نعم تم دس السم في طعامه عبر وصفة دوائية عشبية وتوفي مسموما وهذا مرجح لأنه الأخون الخلاساني أيضا توفي في هذه الظروف يعني في الظروف حساسة وهو في طريقة إلى إيران يعني في الكاظمية وكان علي أن يغادر بغداد متوجها إلى إيران لقيادة الجموع جموع العشاء العراقية والمتطوعين من أبناء الشعب العراقي للدفاع عن إيران التي كان الاحتلال الروسي يقضم أراضيها من الشمال هذا التلاحم موجود بين الشعبين العراق والإيران قديم جدا وعريق صحيح والآن ظهر جليا في تصريح للشهيد قاسم سليماني أنه على استعداد أن يقتل ألف مرة من أجل العراق هذا التلاحم موجود وعريق وتاريخه ظارف في القدم يعني قياداتنا الدينية وزعاماتنا الوطنية كانت شخص تحمل هذه الألقاب السيد أبو القاسم الكاشاني نعم مثل محمد تقي الشيرازي الأخوند الخراساني إلى جانب المراجع مرجعيات الدينية العراقية محمد سعيد الحبوب نعم في دقيقتان عندنا من الوقت أستاذ كمان أريد أن نستعرض البلخص مع الفتوى الشيخ محمد تقي الشيرازي نعم الخلاصة ما تقول إياكم الإخلال بالأمن والتخالفي والتشاجري بعضكم مع بعض فإن ذلك مضر بمقاصدكم ومضيع بحقوقكم التي صار الآن أوان حصولها بأيديكم وأوصيكم هذه الالتفاتة الجميلة حتى اليوم المرجعية الرشيدة في العراق تؤكد على هذه النقاط نعم وأوصيكم بالمحافظة على جميع الملل والنحل التي في بلادكم في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم لا تنال من أحد منهم بسوء أبدا وفقكم الله جميعا لما يرضيه ويرتضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه بصايا الخلاصة ثورة العشرين الأولى وهي الآن التاريخ يعيد نفسه يعيد نفسه هذا التاريخ اليوم أيضا يتكرر في العراق في ثورة العشرين الثانية رمزيتها هو المرجع الكبير السيد السيستاني وبالتالي في نفس هذه النقاط ونفس هذه المبادئ التي طالب بها محمد تقي الشرازي رضا الله تعالى عليه أيضا متمثلة هذه المطالب لأن هذه ممكن بهذه المطالب لو طبقت بشكل صحيح أن تؤدي إلى لحمة هذا الشعب وبالتالي الحصول على مطالبي كما يذكر الشيخ محمد تقي الشرازي حقيقة هذا ما حصل من خلال هذه الفوضى من خلال هذه منذ صدور الفتوى التاريخي للسيد السيستاني وظهور الحجد الشعبي الذي استطاعه من خلال هذه الفتوى أن يزيل هذه الفوارق بين المذاهب يعني هناك الآن الاتحام بين أهالي الموصل بكل انتماءات المذهبية مع الحجد الشعبي ومطالبتهم بظهور فتوى كانت بعيدة عن الطائفية بكثل أبعادها مع عابر الطائفية نشاهد كثير من أبناء الفرات الأوسط وممارسات من قدموا أرواحهم في الموصل وفي الرمادي وفي التكريت وهم لطائف أخرى إن صحت التسجل ولكن لا ينظرون للأمور من هذا المنظار من المنظار الطائفي يعني أنت راجع تصريحات الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس رحمة الله حول هذا الموضوع وانظر كيف ينظر إلى إخوانه من أبناء كان يدافعون عن اليزيد وعن المسيح وعن السنة وعن الصابع في كل القوميات وفي كل الأطياف نعم عن كل العراقيين عن كل حرمات العراقيين بمختلف انتمعاتهم واطيافهم نعم لا نجد هذا النفس الطائفي أبدا بل عكس نجد منهج وحدوي توحيدي تحت إطار أعام وأكبر وهو الإسلام المحمدي الأصلي كما حصل بالأمس قبل مئة عام متمثلا بمرجعية محمد تقي الشيراز الشير في ثورة العشرين في ثورة العشرين الأولى الآن يتجسد ويتجسد ويتجسد من خلال ثورة العشرين الثانية المستمرة الآن هي مستمرة تتجدد دماء ثورة العشرين في هذه نعم مطالبات سلمية بضرورة خروج قوات الاحتلال وإن شاء الله تخذش القريب العاجب نعم شكرا لكم أستاذ كمال أعتذر عن المقاطع عن تهو البرنامج إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم وشخصية قد تكون وحدث آخر إن شاء الله نلتقيكم شكرا لكم الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الأكارم على طيب المتابعة نلتقيكم في الأسبوع القادم أستودعكم الله وفي أمان الله وحبظك